السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما عليكم السلامة سحز مرحبا ابني كلانا تاني خير سيدي عنا خير ززاء لا عفو لا الله يطولنا في عمرك الله يكتر من المتالك سيدي الله يكتر من المتالك اكربك الله لله حافذك الله وراك يا الله يزاك بي خير السي الحز في انا عندي واحد معارض مشكلة معارض بطيلة معارض ويا الله يخلك حنا الى شيGHT 288 الخوط تلعم مبتالين بالمس الله الهدى اقول له واش ندير ليه ليلى هي لله ليلى هي لله لا امل ليلى امل سيوق عليكم بللا بشكتشعروا الاعراض دي المس اقول له واش ندير ليلى يزاك بخير في الحاج ولي صيب الولي بايام صغيان وقلنا احنا يدركها واتعال الاحفاد سدقوها بكواك ليلى هي لله خير لا حول ولا قوة إلا بالله الله يشاف لكم يا عافية يا رحمة للأمل يا ربي كي يتسنانوا تأثير حاج واش عندهم من علامة ذلك ايالك كي يتسنانوا من علامة ذلك وكي يقولوا فألوا ليس خير والعياد بالله نسأل الله السلام والعافية للأمل قضية المس لا ينبغي أن تتوسع فيها لأنك إن بعض الامراض قد تكون ليس تمسا قد تكون عبارة عن أمراض نفسية ويراتية قد تكون عبارة عن أمراض عضوية قد تكون أشياء أخرى والمس لا ينبغي أن توسع فيه مع مع العلم أن المس حق موجود لا يمكن أن ننكره لأن قضية المس الخطورة التي فيها بين جانبين هناك فئة تنكره وتعتبر بأنه غير موجود نهائياً وفئتان تتوسع فيه وتعتبر كل ما يصبها مس الرأي الصواب هو أن المس موجود لا ننكره بنص القرآن الكريم هناك آيات كثيرة تتحدث عنه كقول الله تعالى على لسان نبيه وصفيه أيوب عليه السلام لما قال رب إني مسني الشيطان بنصب وعدم رب إني مسني الشيطان بنصب وعدم مس شيطاني وتحدث ربنا عز وجل يوم القيام عن آكل الربع فيقول عن آكل الربع لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المسي ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربع فربنا عز وجل خوفنا من هذه المعاملة المحرمة ووصف بأن آكلها ومبررها أنهم لا يقومون يوم القيامة إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس معلوم أن يوم القيامة القيامة هو قيام ينفخ في الصور فإذا هم قيام ينظرون أهل لا إله إلا الله وكأن بهم ينفضون عنهم الترام يقولون الحمد لله الذي أذهب عند الحزن إن ربنا لغفور شكور وأهل الكفر والإلحاد يقولون يا ويلتنا من أيقضنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون جميع الثقافة الفلسفية والفهمات الزيدة لا تنفع أنا داك كي يكون في مواجهة واقع مرير ثم الناس أشكال وألوان في البعث والنشور ومن بينهم أكل الربى أنه لا يقوم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس عنده مس فالمس حقيقي ولا ينبغي أن ننكره فالمنكرون هم مخالفون لأمر شرعي ضروري واضح بيّن في الدين والمتوسعون أيضا لا ينبغي أن نتوسع مش كل حاجة صبتنا راها مس فهو محدود وله أعراض محددة أي نعم قد يصيب عائلة قد يصيب عائلة بكاملها برمتها وقد يكون هذا كلمس لشخص واحد لماذا احنا البشر من أمة لا إله إلا الله عمرنا قصير أعمار أمتي ما بين الستين والسبعين وقليل من يتجاوز ذلك لكن عمر الجاد قد يتجاوز الألف سنة إلا اسمعنا الجنة عنده تلسمائة عام را طفل بقي ما زال طفل طفل يافع بحل عنده تلتاشر سنة أما الكبير منهم را عنده ألف وخمسمائة عام فقد يكون شخص واحد هو تسلط على العائلة برمتها وقد تكون عائلة جنية تتسلط على عائلة برمتها والأعراض التي تظهر تكون بأن الناس دائما يشعرون بأنهم ليسوا ليسوا طبيعيين كالجيب واحد لحظة معينة يشعر بالقوش عريرة ويغيب عن الوعي وينطق بكلام ويشعر بأنه هناك أجسام تسير في جسمه بحل الكورة بحل البيع كتبشونجي في الجسم دياله مصدقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان ليجري من ابن آدم مجرى الدم ويصيب الأطفال الصغار بالبكاء والعويل الشديد هذا ما يسمى بأم الصبيان وملك كل مليد بقي ما زال طفل كدخى كيكية مصداده يعني كأنه ينادي على شر ينادي على سوء والعياد بالله وكيبقى دائما الإنسان يشعر بالتماريض مش بالمرض التماريض المرض كيكون خاص بعضو محدد لكن التماريض هو كيبقى يتحول مرة داره الراس مرة داره الركبة مرة داره الأمعاء مرة عنده عسر في الأكل مرة الرحيم يتجول هذا المرض كيتسمى التماريض ثم كيوقع عليه المانع يعني زواجه ما يتزوج ولا تزوج لما مع الدم أو ما يخدم وإلا يخدم الرزق قليل والعلاقة ما يتجمعه إلا تجمعه وكيتخاصبه وكيتلقى دائما الوضع ما شي هو هذا هذا الحال الذي يلمس تقع للبشر كما في القرآن العظيم وعلاجها إنما يكون كما قال ربنا عز وجل لسينا أيوب عليه السلام ماذا قال له أركض برجلك أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشرب هذا مغتسل بارد وشرب قضية أركض برجلك هذه فهم منها بعض الطرق الصوفية فهموا منها قيم الحضرة كالقوا في بعض الجهات دين العلاج دين النفس وعلاج دين المس كيدروا الحضرة وكيتلقى كيرقص كتقول لي هذه مدعة أشنين الحضرة هذه يقول لي كنت تسمى العمارة كنقول الأمدح النبوية والناس يقولوا قوموا قوموا تمداحون الله يا العاشقين في رسول الله ويقوم ومعد لحظة كي بدأ يرقض كتقول لي من جبتيها يقول لي جئت بها من القرآن قال ربنا عز وجل لسينا أيوب أركض برجلك فكان يقفز من قوة الإيمان واليقين والرغبة الجامحة في تلمس رحمة الله تعالى هذا الشطر الأول الشطر الثاني قال لي أركض مجل هذا مغتسل بارد وشراب بارد وشراب ماء ماء رقيا نصنع ماء رقيا العلاج يكون بأن نصنع ماء لأن الإنسان هو خلق من الماء وجعلنا من الماء كل شيء حي والماء نقرأ فيه كلام الله ومعلوم أن الماء إذا قرأنا فيه القرآن فإنه يسجل بحل سيدي هو سيديغوم فالماء إذا سجل يشرب ويداع في الجسم وكي بقى أن الماء ذي الرقيا يتتبع ويتلقف العروق لأن الشيطان يجري من أدم مجل العروق ومن ثم يطغر جميع الفيروسات ذي الجن التي تكون في الجسم وتخرج مع التبول من يقرأ للقرآن لا ينبغي أن نبحث عن قارئ القرآن المفروض أن الإنسان يقرأ القرآن بنفسه بنفسه لا تبحث عن راقي لا تبحث عن إنسان من البركة ينبغي أنت مؤمن وأنت مسلم لابد أن نقرأ القرآن بأنفسنا حتى أنه في علم الرقيا معلوم بأنك إذا قرأت القرآن بصوتك أنت خير بكثير من أن يقرأه آخر عليك أو لك لأن النبرة الصوتية ديالك يفهمها جسمك فحينما تقرأ القرآن بصوتك ونبرتك فإن خلاياك والغرمودات ديالك تفهم أكثر جسمك وبالتالي يقع الشفاء بأمر الله الواحد الأحد ما يساعدنا في هذا المقام لأمل إلا نروح الفتحة الدعاء مخ العبادة وربنا عز وجل قلنا قل ما يعمأ بكم ربي لو لا دعاءكم قل ما يعمأ بكم ربي الله عز وجل قد لا يعطينا أي اهتمام بسبب دنوبنا وخطايانا وغفلتنا وأعراضنا قد لا يعمأ بنا لكن حينما نبالغ في الدعاء فإن الله تعالى ينظر إلينا نظرة الرحمة واللطف والخير والبركة قل ما يعمأ بكم ربي لو لا دعاءكم فتعالوا إلى أيها الأحباب نروح الفتحة الأخذة أمل اللهم يا رب العالمين يا واحد يا أحد يا فرض يا صمد نسألك اللهم بحق الواحد الأحد وبحق كل من ركع وسجد وبحق كل من طاف حول البيت وقبل حجر الأسعد اللهم أختنا أمل وعائلتها وكل أفرد أسرتها قد أصامهم ما أصامهم وأنت أعلم بهم اللهم عجل لهم بالشفا يا رحمن يا رحيم يا ودود يا كريم اللهم اصرف عندهم السوء واحفظهم من الخبت والخبائت اللهم اصرف عندهم عالم الجن وبعد بينه وبينهم كما بعدت بين المشرق والمغرب اللهم اجعل بينهم حجابا مستورا لا يراهم ولا يرونه لا يشعرون به ولا يشعرون به اللهم يا رب واحفظهم في كنفك الذي لا يرام واسترهم بسترك وحصنهم بكلمة لا إله إلا الله واجعل هذه الساعة آخر أحزانهم وما بعدها خيرات وما بعدها بركات وما بعدها أفراح ومصرات اللهم عجل بالفرج وكل من قال آمين عجل له بالخير والبركة قلوا معنا جميعا آمين 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 يا رب يا كريم السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله